ده بالمناسبة جزء من التطوير اللي بيجرى بصور مجرى العيون تيجي تقول لي ايه يعني فيه كتلة مش اقولك اه بيتم التنظيف ورا صور مجرى العيون وبيتم البنى وفيه عمرات بالفعل تبنت والله 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 عمرات شكلها حلو جدا جدا وكماجرة العادة الجيدة والسنة الحسنة اللي اصبحنا بنستنها ونمارسها هي انو البيوت بتتبني زي الفل بتتشطب زي الفل بتتفرش بتتسلم للسكان دي اصبحت سنة مصرية بقت عادة حاجة من الحاجات اللي خلاص الحكومة بقت بتعملها خلاص كده وهي مغمضة ده الطبيعي ما بقاش فيها مناقشة ما بقناش مستنيين فيها ان احنا نعمل سلسلة طويلة من القرارات القرار تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية مرة ووجه به انتهى الموضوع فلما حضرتك هتنزل النهاردة وتتفرج على وراء صور مجرى العيون هتشوف الفرق الكبير الشاسع العظيم فرق السماء والارض زي ما بيتقال يتم الحفاظ على الصور والطابع الاسري والطراز المعماري وبالمناسبة انو عمرات معمولة هناك بالحفاظ على الطراز المعماري العام والتراثي اللي موجود في المنطقة ده برضو يعني عشان ازيدك من الشعر بيت كده فاللي حاصل انت بتعمل تطوير انت متخيل اولا انا في رأيي دايما ان المناطق بتاعتنا دي مناطق القاهرة القديمة عايز تسميها المملكية الفاطمية كذلك القاهرة الاسماعيلية اللي هي زي وسط البلد والزمالك وما الى زلك الاحياء اللي تم ابتكارها من ايام الخدوي اسماعيل بمرورا بالخدوي السعيد وهكذا حتى الربع الاول من القرن العشرين بتنطأ تاريخ ده انا هنا بكلمك على مستوى القاهرة مش ببقية السبعة وعشرين محافظة مصر بتتنفس تاريخ بتتنفس حضارة واصالة وجمال الاحياء دي انا في رأيي دي اغلى احياء تبقى موجودة في الجمهورية الاحياء اللي هي مليانة تراث وعراقة واصالة وحضارة وانا ما بفهمش كلمة انها اسمها احياء شعبية فيبقى السعر فيها حنين لا ده احياء شعبية دي يعني هي الاحياء الاصلي الحقيقي من بتاع زمان ناس عيشة في وسط الحضارة والتراث لازم تعيشهم عيشة صح مين اللي تسبب في كل هذا الاعمال ناس للأسف ناس مين البني قدمين المواطنين العاديين هقولك لأ اللي عمل كده اللي كان مسؤول لانه ساب الاوضاع تتفاقم كده وما يحاولش يحط ايده بالتغيير ليه عشان خايف خايف لحسن بعدين يحصل حاجة ولا محتاجة الكرسي يتسحب اللي موجود دلوقتي ما بيفرقش معاه كراسي فارق معاه يرضي ضميره وربنا سبحانه وتعالى حيلو فتلاقي انه بتحصل النظافة ويحصل الترميم واعادة صور مجرى العيون بإذن الله سبحانه وتعالى الى حالته الاولى وقت ان وضع علشان خاطر يوصل الميا لحد الالعفوق على الجبل طيب والمنطقة اللي حواليه كلها بتتطور بيتعمل لها بالتعريف الجديد كده development real estate development تطوير عقاري بيتم تطوير المنطقة بالكامل عشان الناس لما تعيش هناك تعيش حياة حلوة حياة نظيفة حياة ساعدهم ان هم كمان تبقى قيدهم فاعلة بإيجابية والبلد دي بتتبني تطوير المنطقة بالتعريف الجديد